فاذا نكمل مع بناء نقاط الابي اي الاخرى بتطبيق اه بتطبيق اه ما هو تطبيق نيكت جي اس فا اه نحن الان قمنا بانشاء اه النقطة اللوغن ونقطة اللوغاوت اليوم سننشئ نقطة اه الاد ريسيبي فاذا نفس الفكرة السابقة هو اننا سننشئ هنا نقطة بسيرفر نيكت جي اس هذه النقطة سيتم calling لاد ريسيبي بسترابي فاذا هذه النقطة سيتم اضافتها هنا او التي هي عفوان ليست ااد استرابي استرابي هي عبارة عن ريسيبيز فنحن عفوان كدبتها بشكل خاطئ مشكلة فسنقوم بطلبها فاذا نانسنشئ هذه النقطة ونطلب من استرابي وايضا من الكلاين سنطلب من هذه النقطة فاذا لنبدأ فاذا بداية سننشئ هنا بال اي بي اي سننشئ نقطة اسمها اد ريسيبي دوت جي اس وهنا نفس الموضوع نفس القصة نسميه تسميه سميه اسمك سميه لكن نحن نحاول ان نكون اه ونكون اه عفوان نكون يعني هناك نوع من الاتصاق بالتسمية وايضا تسمية تكون واضحة بالاد ريسيبي سيكون الريكوست ميثود هي عبارة عن بوست وغير ذلك فنحن سنرفضها وسنرسل ريسبونس ستيتاس فور او فايف والجيسون ستكون هنا اذا كانت المثود هي بوست هنا فنحن سنحاول ان نرسل طلب لسترابي هنا اذا كان هناك ارور سناخذ هذا الارور ونقوم بكونسل له غير ذلك هنا سنكتب واضح طيب النقطة التي نريد ان نرسل لها هي نقطة ادوان فاذا سنجلب ادوان نقطة ادوان مسار واحد للاعلى مسار اثنين للاعلى وبالتالي هنا سنبدأ بجلب الريسبونس فاذا فيتش ريسبونس اه الذي ستكون لي عبارة عن فيتش ريسبونس لادوان وهنا سنجلب معلومات وايضا هذا طبعا هذا يجب ان تكون كونس هكذا وهذا الفنكشن يجب ان يكون السينك واضح اه طبعا الميثود التي سنرسلها لسترابي هي بوست ميثود هي اد فاذا ستكون بوست ميثود وايضا سنرسل لها هيدلس لسترابي فسنقول لسترابي ان نحن نرسل لكي سنرسل لكي جيسون فاذا content type جيسون فاذا application slash جيسون وايضا يجب ان نرسل لها الاثوريزايشن كود فاثوريزايشن هل لفظتها بشكل صحيح ام لا لا اعلم فاذا ساجعله امتي الان وبالاضافة لذلك ايضا سأرسل لها البادي البادي هو سيكون جيسون سترينج فاي لريكوست بادي فاذا هذا فقط فاذا هذه هي وثم نتيجة نتيجة الرسبونس التي جاءتنا من سترابي سنكتب فتش رسبونس مثلا اذا كانت ليست اوكي فنحن فعليا سنرسل ان هناك خطأ هذا الخطأ سيكون ايضا من جهة الكلاينت سيكون في اذن 4.0 وايضا سنرسل ميسج الرسبونس ستكون لهذه النقطة عبارة عن جيسون سنرسل ميسج ويمكن ان تكون هو فعلا الارر الذي حصل مثلا هنا يمكن ايضا ان نرسل الذي هو هذه الميسج يمكن ايضا ان نكتب بطريقة اخرى هنا ان الديتا ريترن من سترابي جيد التي ستكون فتش رسبونس دوت جيسون وايضا يجب ان تكون هنا او ويت يمكن هنا ان نكتب كونسل دوت لوج للديتا ريترن ونعطيها هنا فرم سترابي هذه رسبونس سترابي جيد وهنا هذه الميسج سنكتب فقط مبدئيا سمثن رونغ وهنا سنكتب ايضا سمثن رونغ جيد طيب لو فعليا لم يكن هناك خطأ اذا كان هناك خطأ نحن سنرسل رسبونس كذا لكن اذا لم يكن هناك خطأ فما الشيء الذي سنرسله يجب ان نرسل شيء رسبونس وإلا سنحصل على خطأ الآن ربما نختبر هذا الخطأ سوية بعد قليل حتى اريكم الاخطاء الواردة لان هذا هو تطوير الويب يعني او بربجة بشكل عام ان تحصل على اخطاء تحصل على مشاكل تحاول حلها فاذا قلت لك انا ما هي المشاكل فقد يختصر عليك الوقت والحل بدلا ان تبحث فاذا يمكن نرسل هنا اوكي فولز اوكي عفون ونرسل ميسج مثلا اذا كان هذا اوكي نكتب او او فاذا هذه المساج جيد فاذا انا الآن قمت باضافة هذه النقطة اضافة نقطة لكن بقي شيء واحد هو هذا التوكن الذي انا اريد ان اجلبه فاذا سأكتب هنا وهذا التوكن موجود موجود فعليا اين موجود بالريكوست لان الفكرة ان هذا الريكوست سأتي من هنا جيد هذا الريكوست بداخله تم تثبيت تم حفظ الكوكيز هذا طبعا الان انا حدفتها لكن هي موجودة هنا وباسم الو ان جيد دبليو تي فبالتالي يمكن ان احصل عليها هنا سأكتب كونس توكن وتوكن سيكون ريكوست و كوكيز و اسمه اسمه ال دبليو ان جي دبليو تي طبعا مرة اخرى هذه الاشارات الاستفهام يعني اذا كانت الريكوست غير معرفة فسيتم اعادة اندفين فورا بدلا ان يذهب الى هنا ويكتب لك ان لا يمكن الحصول على شيء من ال اندفين لان ريكوست مثلا اندفين وايضا نفس الشيء بالنسبة لكوكيز فاذا كانت كوكيز ليست معرفة فلن يعطينا اي خطأ فاذا هذا هي فكرة هذه اشارة الاستفهام هنا فاذا هنا بالنسبة لهذا سنقوم باضافة هذا الشيء فسيكون ببدأ بريفكس وهنا سنكتب التوكن الذي جلبناه من الريكوست فاذا ممتاز فاعتقد هنا جيد لكن هذه النقطة لا تعمل حاليا لانه يجب ان نضيفها للRecipe فذا ذهبنا الى recibi فورم وفعليا add recibi فورم فهنا النقطة التي نريد ان نقوم بطلبها او نذهب مثلا ن Hollywood نذهب الى pages add recibi فالنقطة التي طلبناها بالRecipe فورم فاذا هذا Recipe فورم قمنا بإعطاها الاص، اما بالنسبة لالنقطة التي نريد طلبها فاذا الـ API فوينت فاذا هي ستكون كالتالي فإذن ال API point ستكون هي عبارة عن API ad recipe. فإذن هذه النقطة التي انا فعليا اريد ان اه اقوم بطلبها من الات. ايضا اه ماذا يوجد ايضا? اوكي مساج هذه ليست لها داعي. سنجلبها من ال response. فإذن الان اه لنرى. فإذن هنا لاحظوا. هنا هذا هو الطلب. هذا هو الطلب. الطلب للأي بي آي بوينت. التي انا وضحتها. التي ستكون هنا في حالتنا اي بي آي آآ آد ريسبي. والميثود هي ستكون بوست ميثود. الهيدر هي هذه الهيدر. طبعا بالنسبة للأكسس توكن انا لست بحاجة له. وللسبب. لماذا? فانا اريد دائما ان تكون على معرفة. اريد دائما ان تكون تعمل من من الفهم وليس من الحفظ. فانا الان اطلب هذه النقطة. هذه النقطة اطلبها من انا لا احتاج للأكسس توكن. انا فقط اريد طلب من نفس فلاستو بحاجة لأي لكن عندما اطلب من هنا لهنا فانا احتاج فانا قمت بالحصول عليه من من التي جاءت من هنا. من والكوكيز ايضا محفوظة اه هنا. فهذا يعني هذا واضح صحيح. واضح بالنسبة لنا لهذه اللحظة. فالان بالريسبي فورم فانا فعليا لا احتاج الاثوريزيزيشن كود اه او الاكسس توكن. فبتالي هذي لا احتاجها. لا احتاج ايضا ادوان. لانا بالنهاية اه انا لا اطلب بادوان. انا اطلب بالطبعا لا احتاج لهذا. انا قمت باعطائها قيمة افترادية ادوان. يمكن ان اتركها لا مشكلة يعني. لا مشكلة يمكن ان اتركها. لكن انا ساقول هكذا. اه والمساج ايضا فعليا لا احتاجها حاليا. والان سنرى لماذا. فاذا انا قمت بطلب من ال 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 التي هي هذا اه التي انا انشأتها بنفسي. ممتاز. قلت له الميثود هي الميثود التي جاءتني من الاد هنا. والمثود الافتراضي هي ويمكن ان حتى اكون واضحة اكثر. يمكن ان اكتب هنا اه مثود يساوي اه بوست هكذا. فهذه الميثود. وايضا اه الديتا. انا وضعت الديتا اه التي جاءتني من الفورم الديتا. فاذا هذي الديتا التي اضفتها لادرسي بي. فاذا ممتاز. وقمت بجيسون سترينج فايل لها. ووضعتها اه هنا. ممتاز. الان اذا كانت الرسمونس غير اوكي. دعونا نجلب الديتا من الرسمونس. فاذا ديتا ريتان. وهنا سنكتب رسمونس اه دوت جيسون بهذا الشكل. وانا اقوم بكتابة اويت. فاذا للتذكير. للتذكير. انا اقوم الان بالطلب من هذه النقطة. من نقطة اي بي اي ريسي بي. فبتالي الرسمونس التي اه افوا نقطة اي بي اي اي اد ريسي بي. فاذا الرسمونس التي ستأتيني من هنا اذا كانت الرسمونس اه غير او 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 ستأتيني هذه الرسمونس. فاذا اذا كانت الرسمونس اه او الشيء الذي سيعيد لي من هنا من الرسمونس ستكون هي عبارة عن ماذا? هي عبارة عن هذا. اوكي سنرسل اوكي وسنرسل message جيد ايضا هنا يمكن ان نرسل اوكي هنا لك اقول شي اوكي لا وبالتالي هنا سنكتب اوكي false وهنا اذا كانت اوكي ستكون true و message وبالتالي هنا سنجلب من ال data return اوكي وسنجلب المسج وهنا سنكتب اذا كانت not اوكي فالset message اللي هي التي هي المسج التي وجودة هنا والerror سيكون المسج التي ارسلناها وهنا في حالة كل شي اوكي او نجاح فنحن نريد ان نعرض المسج هنا جيد فاذا هذا هي الموضوع قمنا بحله بهذه الطريقة جيد فاذا الان لنطبقه لنطبق add recipe فبكل بساطة نحن لم نقم بتسجيل الدخول اذا قمت انا بكتابة بنقر على add recipe فاذا لا يوجد هنا بالكوكيز لا يوجد شيء لا يوجد ستكون فارغة اذا قمت اضافة اي شيء مثلا هنا وadd now فيفترض ان يأتيني خطأ فاذا الخطأ هو كان فاذا لنرى الخطأ فاذا الخطأ هنا اه والذي يقول ان اه لماذا طبعا لاحظوا الخطأ هنا يقول ان اه اه كتبت هنا بشكل خطأ فاذا هنا add recipe عكست الاحرك فاذا هذا هو خطأ فاذا قال لي not found فانا فكرت ان لابد ان اسميت الملف بطريقة خاطئة فاذا مرة اخرى ذهبنا الى pages api وقمت باعادة تسمية الملف add recipe اه بشكل صحيح فاذا add recipe js جيد فاذا الان اصبح اعتقد اه كل شيء اه جيد واذا الان سافتح add recipe بهذا الشكل وايضا سافتح component component recipe اه ولنعود لنجرب الخطأ طبعا انا لم اسجل الدخول سامسح الكونسل هلا وسامسح الكونسل ولم اسجل الدخول فاذا لنرى الخطأ فاذا هناك الخطأ لاحظوا ان جاءتني response هنا ان false something went wrong وهذا هو الخطأ طبعا لم يتم توضيح هذا الخطأ لكن عندما قمت بعد هنا سيقول لي ان هناك انك غير مخول ان تقوم بهذا هذا الشيء طبيعي لانه لا يوجد اه لا يوجد لانه لم اسجل الدخول فهذا الشيء طبيعي لكن اذا اردت انا عرض الرسالة يعني واضحة اكثر اه فاذا واضحة اكثر هنا فا طبعا هنا from strappy هذا لم تظهر لي هنا لكنها ستظهر بالسيرفر فاذا لاجلب لكم السيرفر حتى تروا اين تظهر هذه الكونسل فاذا هنا لاحظوا هذا هو الخطأ from strappy لم تأتيني data لكن جاءني error بstatus وب name فبالتالي يمكن ان اخذ هذا الررر وايضا ارسله من strappy اه اعرضه ايضا لهذه النقطة يعني الان جاءني من strappy جاءني الى هنا يمكن ايضا ان ارسله ايضا للكلاينت من هنا حتى يفهم اكثر اه ما الشيء الذي حصل فبالتالي اذا كانت الرسبونس غير اوكي فانا اريد من data return اريد ان احصل على ال error من data return ومن هذا ال error فانا سأرسل message هنا اه وهذه المسج ستكون نفس الشيء السابق اه اننا سنكتب message او error اه اذا كان لدينا error name وايضا هنا اه error message جيد وايضا هذا يمكن ان اكتبها يعني انسخها بهذا الشكل واكتب هنا const message يساوي هذا الشيء وبالتالي هنا اكتب message فقط وهنا ب throw error فقط ارسل المسج فاذا الان يفترض انني مرة اخرى ساقوم بكذا فاذا قمت ب add now فاذا لاحظوا سيظهر لي error ها هو فاذا ال error واضح وظهر لي اه فاذا ممتاز فاذا الان اذا اردت ان اسجل الدخول دعونا نسجل الدخول فاذا سجلت الدخول وقمت بتسجيل الدخول بشكل صحيح فاذا test test.com وهنا كتبت كلمة cell login فالان انا login فاذا ممتاز واذا ذهبت الى add recipe وايضا ذهبت الى ال storage هنا وال cookies سنجد انا انا مسجل الدخول فاذا تالي كتبت هنا new title مثلا وقمت بالارسال فاذا add now فاذا يفترض ان احصل على message okay true message a recipe got added successfully وهذه المسج التي ظهرت هنا لماذا ظهرت هذه هنا فاذا مجرد مجددا نكرر لان عندما انا قلت ان كل شيء حدث بشكل جيد فاذا اجعل هذه المسج هي المسج التي ستظهر بداية الفورم وهذه المسج انا جلبتها من هنا ارسلتها من هنا جيد فهذا شيء جميل جدا فنحن فعليا قمنا ب يعني كل شخص قام بتجريد الدخول سيتم ارسال recipes باسمه يعني هذا التست هذه ال recipe انا ارسلتها باسم التست يعني هذه ال recipe متعلقة بالتست طيب انا لو قمت بانشاء حساب لسامي احمد علي وقام بانشاء recipe فايضا ستكون تحت اسمه فاذا لاحظوا قليلا قليلا سيصبح هذا الموقع ان كل شخص يمكنه ان اضيف recipe خاص به فاذا شيء جميل جدا فعليا وبدأ منذ الصفحة البيضاء بدأنا بصفحة بيضاء بكود صفر وقليلا قليلا نبني شيء معقد اكثر فالان سنكمل مع اضافة نفس الشيء نقطة لإدت لإدت recipe ونقطة ايضا لديليت recipe نقطة اعكيد اغش تمر سند انظر مطة اغش تمر شكرا